مصر في الأولمبياد نتائج الجمعة النهاردة 12 أغسطس في الرماية أحمد درويش خرج من منافسات البندقية 50 متر وضع أرضي رجال من الدور التمهيدي بعدما احتل المركز 44 من أصل 47 متباري وتأهل إلى المنافسات النهائية 8 لاعبين في التجديف عبدالخالق البنة جي في المركز الخامس بفردي مزدوج المجداف رجال علشان يفقد فرص المنافسة على الميدليات ويدخل مرحلة ترتيب المراكز من 7 إلى 12 وأرض أيضا فيه تجديف سيدات ندين نجم حلت في المركز الثامن بتضل نصف نائم من فردي مزدوج المجداف سيدات سلاح الشيش منتخب الشيش ودع منافسات الأولمبياد بعد الخسارة أمام نظيره الأمريكي في ربع النهائي بنتيجة 37.45 وعلى الدين أبو القاسم مثل منتخب مصر وطرق عياد ومحمد عصام حيال عبد الفريق وقدام بريطانيا على ترتيب المراكز من 5 إلى 8 فالعاب القوة محمد حمادة تأهل منافسات 800 متر عدو لنصف النهائي بعد محل في المركز الستاشر في الجودو إسلام الشهابي خسر لقاءه أمام ممثل الكيان الصهيون وأخيرا في تنس الطاولة خسر منتخب تنس الطاولة والمصر سيدات دينا مشرف ويسر حلمي وندين الدولاتلي بنتيجة 3 صفر قدام سنغافورة علشان يودع المنتخب المنافسات من دور الستاشر في السباحة سيدات فريدة عثمان خسرت في منافسات دور التمهيدي لخمسين متر حرة بعد محققت زمن وقدره أربعة وعشرين وفاصل واحد وتسعين ثانية السباحة رجال مصري أحمد أكرم ودع منافسات ألف وخمسمائة متر سباحة حرة بعد محتل المركز الحداشر في جدول الترتيب ترجمة نانس الطاولة